زراعة الألغام تجارة موتن تمتهنها الميليشيات الحوثية ببراعة لانتزاع أرواح المواطنين العزل فمؤخرا قرت ميليشيات الحوثي بحصولها على ما يقارب المليون ونصف المليون دولار من الأمم المتحدة بذريعة تنفيذ برنامج النزع الألغام وعلى الرغم من معرفتها بأن الميليشيات هي الطرف المسؤول عن زراع الألغام في مناطق مختلفة من اليمن لا سيما في الساحل الغربي هذا الدعم المستمر يأتي من قبل منظمة الأمم المتحدة للانقلابيين تحت مسمى المساعدة في نزع الألغام مساهمة منها في تكثيف زراعة الألغام والعبوات الناسفة ولتكشف عن تماهن أممي مع الميليشيات الإرهابية من أجل إطالة أمد الصراع في اليمن وهو ذات الأمر الذي أقره المدو عبد المحسن الطاووس المعين من قبل الميليشيات أمينا عاما لما يعرف بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية أنهم اتفقوا على تخصيص مليون ونصف المليون دولار كمساعدة عاجلة للإسراع في نزع الألغام في اعتراف يكشف عن الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة للميليشيات الإرهابية في هذا الجانب الأمم المتحدة سبقت أن قدمت دعم للميليشيات الحوثية في عام 2019 تحت هذه الذريعة لكن الميليشيات استخدمت ذلك الدعم تباعا في عمال وتوسيع دائرة زرع الألغام بالمناطق المأهولة بالمدنيين خاصة في محافظات الحديدة تعز والجوف والتي دائما ما يسقط فيها العشرات من الضحايا بشكل يومي وبحسب المصادر فأن الألغام الحوثية راح ضحيتها 79 شخصا في سبع محافظات خلال الخمسة وخمسين يوما الماضية من بينهم 32 شهيدا و47 جريحا ومن بين إجمال الضحايا قرابة 19 طفلا و7 نساء وتؤكد تقارير حقوقية ومتخصصة أن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن زرع قرابة ثلاثة ملايين لغم وعبو ناسف لا تزال أغلبها مزروعة في الطرقات وكذلك المزارع ووسط الأحياء السكنية ترجمة نانسي قنقر